السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في ويديو جديد في قناة في جعبة إفادة اليوم إن شاء الله لدينا صفحة 83 من المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث دائي إذن على بركة الله الموضوع لها الصفحة وهو أساعد أمي تعبير الكتابي هذا هو آخر تعبير كتابي في هذا الوحدة جوج كيفما تلاحظو الأسبوع الخامس إذن عنا الموضوع أقرأ الموضوع قال لك أحكي كيف ساعدنا أمي عندما زارنا الضيوف إذن موضوع ديال هذا تعبير الكتابي وهو نحكيه كيف ساعدنا أمي عندما زارنا الضيوف إذن أولا قالوا أن أولا أرتب الجمل وأربط بينها بما يناسب من الروابط التالية وأضع علامة الترقيم قالوا أن أول حاجة هو نرتب هذا الجمل أعطونا هذا الجمل أول حاجة نرتبهم وأربط بينها بما يناسب من الروابط التالية أعطونا ثلاثة ديال الروابط فا وثم وبعد ذلك أضع علام الترقيم وهي هذه الفاصلة والنقطة كما عرفنا بأن الفاصلة تفصل بين الجمل والنقطة تضع في آخر الكلام إذن في آخر النص إذن لنبدأ على بركة الله هنا هذا النص يهدر أين ومتى إذن أول جملة أعددنا فطورنا التفافنا حول المائدة بدأنا نتناول فطورة استيقظنا صباح يوم الأحد فنظركم فين هي أول جملة وهي جملة الاستيقظ لأن أول حاجة يبدأ به اليوم في اليوم دياله أي واحد وهو الاستيقظ من النوم إذن استيقظنا صباح يوم الأحد هذه أول جملة إذن استيقظنا صباح يوم الأحد بعد الاستيقظ ماذا فعلنا؟ هل بدأنا نتناول الفطور؟ ولا التفافنا حول المائدة؟ ولا أعددنا الفطور؟ إذن من بدأنا نتناول؟ إذن هذه أحددنا الفطور ثاني بعد الاستيقظ من النوم أعددنا فطورنا إذن هذه الجملة الثانية بعد إعداد الفطور التفافنا حول المائدة إذن هذه الجملة الثالثة بعدها بدأنا نتناول بعدما التفافنا حول المائدة بدأنا نتناول الفطور هي الرابعة إذن دابا ارتبنا الجمال كما قالونا في الأول استيقظنا صباح يوم الأحد أعددنا فطورنا التففنا حول المائدة بدأنا نتناول الفطور إذا دمنا نتحول الروابط وهي هذه كل جملة هذه استيقظنا صباح يوم الأحد ليست هناك روابط إذن نغمشي الجملة الثانية ماذا نقول بعدما استيقظنا صباح يوم الأحد فأعددنا ف هذا هو قد ينجروا ف فأعددنا فطورنا بعدما أعددنا فطورنا ماذا فعلنا ثم 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 بعد إذا الفطور التففنا حول المائدة و قتلنا و وبدأنا نتناول الفطور إذن استيقظنا صباح يوم الأحد فأعددنا فطورنا ثم التففنا حول المائدة وبدأنا نتناول الفطور إذن نمشي لدبا نضع علامة الترقيم وبدأنا نتناول فطورنا هي الأخيرة هي الجملة الأخيرة معنا ندرلها نقطة النهاية هدفقل لنا الفصيلة هدفقل لنا الفصيلة هدفقل لنا الفصيلة استيقظنا صباح يوم الأحد إذن هذه هي الجملة اللي غد تكون الفاصيل أول عدم بعد كمنا لها فأعددنا فطورنا ثم التففنا حول المائدة ودعنا نتناول الفطور إذن هنا الفصيلة إذن دبا غد ننتقل الثانية هده كانت أولا ثانيا قالوا لنا ركزوا مزيان أملأوا الفراغات بالكلمات التالية لأبين ماذا حدث بعد ذلك إذن هده هي الفقرة الأولى هدو كلهم هدو صفحة كلها رهوة تعبير كتابي غير خدينا المراحل مرحلة الأولى دبا في المرحلة التانية مين غنكملو غنقراوه كامل باش نعرفو نلقاوه مرتب دبا حنا نتناول بمرحلة بمرحلة إذن ثانيا أملأوا الفراغات بالكلمات التالية لأبين ماذا حدث بعد ذلك بعدما بدأنا نتناول الفضل واذا نوقع أشغال خالتكم أمي التفت أخي نساعد إذن هدو 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 الكلمات غد نعمرهم غد نحطهم في الفراغات كل كلمة في الفراغ لنسبع ماذا حدث قالت عندي كثيرة هذا اليوم ستزورنا وأبناؤها إلى وقلت له هيا ماما إذن قالت هنا تنظروا على على أنثى أنثى إذن من قالت هل خالتكم أم أمي أخي لا يمكن قالت أخي قالت أمي التي قالت قالت أمي عندي ماذا عندي عندي أشغال كثيرة عندي أشغال كثيرة هذا اليوم ستزورنا من ستزورنا خالتكم ستزورنا خالتكم وأبناؤها فصيل التفت مناظر على نفسي أنا التفت التفت إلى أخي إلى أخي وقلت له هيا نساعد ماما هيا نساعد ماما إذن هنا قالت أمي عندي أشغال كثيرة هذا اليوم ستزورنا خالتكم وأبناؤها التفت إلى أخي وقلت له هيا نساعد ماما إذن هذه المرحلة الثانية ونتحول للمرحلة الثالثة إذن هنا ثالثا إذن ماذا فعلنا ماذا فعلنا في المرحلة الثالثة أملأ الفراغات بكلمات مناسبة لأبين ماذا حدث بعد ذلك إذن ماذا فعلنا قد نملأ الفراغات بالكلمات من عندنا هنا بش نبين ماذا حدث بعد ذلك بعد هذا هذه المرحلة الثانية نضفنا غرفة بالمكنسة الكهربائية ومخدات ومخدات ثم وضعنا على المائدة ودخلنا إلى المطبخ فغسلنا وهي أن الخضر ثم وضعنا على المائدة وعاد أبي من السوق يحمل ما يلزمنا لخالتنا نضفنا غرفة ماذا غرفة مما أنهم سيزورنا الطيف ماذا نفعل ننظف ماذا نضفنا غرفة الضيوف أخسنغين سألوا نضفنا غرفة الضيوف بالمكنسة الكهربائية المخدات ماذا نفعل للمخدات ورتبنا إذا المخدات ترتب ورتبنا ورتبنا المخدات ثم وضعنا على المائدة ماذا وضعنا على المائدة ماذا يوضع على المائدة غطاء المائدة ثم وضعنا الغطاء على المائدة وضعنا الغطاء على المائدة ودخلنا إلى المطبخ بعدما انتهينا من غرفة الضيوف نضفناها ورتبنا المخدات ووضعنا الغطاء على المائدة دخلنا إلى المطبخ ماذا نفعل في المطبخ؟ فغسلنا فغسلنا الأواني أو غسلنا الفواكه أو فغسلنا نقوله الأواني فغسلنا الأواني في المطبخ نغسلها وهيئنا الخضر وجدنا الخضر ثم وضعنا على المائدة ماذا يوضع على المائدة؟ يمكن أن تكون الفواكه؟ يمكن أن تكون الماء؟ ثم وضعنا الماء وضعنا الماء على المائدة وعاد أبي من السوق يحمل ما يلزمنا لخالتنا يلزمنا لماذا؟ يلزمنا لاستقبال لاستقبال خالتنا نقرأ هذا الملخص نظفنا غرفة الضيوف بالمكنسة الكهربائية ورتبنا المخدات ثم وضعنا الغطاء على المائدة ودخلنا إلى المطبخ فغسلنا الأواني نقدرنا هنا الأواني نقدرنا الفواكه وهيئنا الخضر ثم وضعنا الماء على المائدة وضعنا الفواكه على المائدة وعاد أبي من السوق يحمل ما يلزمنا لاستقبال خالتنا إذن دفع نشو المرحلة الرابعة والأخيرة ماذا؟ قالت أمي أكتب ما قالت الأم حضرت الضيوف فتناولوا معنا الغداء ثم انصرفوا منشريحين حينئذ أقبلت علينا أمي تحتضننا وتقبلنا وتقول لنا إذن بعد ما انصرفوا الضيوف تناولوا معنا الغداء ثم انصرفوا منشريحين معنا فارحين حينئذ انفذك الوقت أقبلت إذن ما جات عندنا الأم دينا تحتضننا وتتعنقنا وتقبلنا وتبوسنا وتقول لنا ماذا تقول لنا؟ تشكرنا لأننا ساعدناها في في التحضير والتنظيف المنزل لاستقبال الضيوف إذن نقولوا ماذا قالت لنا؟ نقولوا بزاك كل واحدة سنقولوا مثلا قلت لهم شكرا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم هي دا بتتقول هالأطفال لها لكم على المساعدة على المساعدة يا أطفالي خاصلة أنا فخورة جدا بكم أنا يا فخورة بالأطفال لها لأن ساعدوها أنا فخورة جدا بكم إذن نقطة إذن حضر الضيوف فتناولوا معنا الغداء ثم انصرفوا منشريحين حين إذن أقبلت علينا أمي تحتضنونا وتقبلونا وتقولوا لنا شكرا جزيلا لكم على المساعدة يا أطفالي أنا فخورة جدا بكم إذن دابا قد نقرأوا التعبير الكتابي من الأول من الأول قد نبدأوا إذن هذه هي أول مرحلة استيقظنا صباح يوم الأحد فأعددنا فطورنا ثم التففنا حول المائدة وبدأنا نتناول فطورنا نتناول فطور عفوا قالت أمي عندي أشغال كثيرة هذا اليوم ستزورنا خالتكم وأبناؤها التفت إلى أخي وقلت له هيا نساعد ماما نضفنا غرفة الضيوف بالمكنسة الكهربائية ورتبنا المخدات ثم وضعنا الغطاء على المائدة ودخلنا إلى المطبخ فغسلنا الأواني وهيئنا الخضر ثم وضعنا الماء على المائدة وعاد أبي من السوق يحمل ما يلزمنا لاستقبال خالتنا حضر الضيوف فتناولوا معنا الغداء ثم انصرفوا منشريحين حينئذ أقبلت علينا أمي تحتضننا وتقبلنا وتقول لنا شكرا جزيلا لكم على المساعدة يا أطفالي أنا فخورة جدا بكم إذن هذا كل ما يخص التعبير الكتابي صفحة 83 من المفيد في اللغة العربية المستوى الثالي اهتدائي تنتمنى هالفيديونا الإعجاب ديالكم وتستفدوا منه وما تنسوناش بالدعاوة ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة